السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله أما بعد الإخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستعين بالله تبارك وتعالى في الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت من الإخوة الحضور يقول السائل السلام عليكم وعليكم السلام كيف تحقق التوحيد في حياتك اليومية نقول تحقق التوحيد كما كان يحققه النبي عليه الصلاة والسلام أولا بتطبيق أركان الإيمان التي وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلابد من تطبيق هذه الأركان الإيمان بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره لابد أن يحقق العبد هذه الأركان جميعا في قلبه ثم يأتي بعد ذلك الأعمال موافقة لهذه الأركان التي حققت في القلب على سبيل المثال يحقق العبد الإيمان بالله تبارك وتعالى فلا يعتقد العقائد التي ينبغي ويجب على العبد أن يعتقدها في الله عز وجل لا يعتقدها في مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى فلا يعتقد علم الغيب ولا جلب النفع والضر ولا جلب الرزق ولا إحياء الأموات ولا غير ذلك من الأشياء التي اختصها الله تبارك وتعالى بنفسه ما يعتقد أن أحدا من المخلوقين يملك هذه الأشياء فده هو الركن وده أهم الركن من أركان الإيمان وبذلك يتحقق التوعيد أما إذا كنت عندك عقائد المتصوفة فإنت ما حققت التوعيد أساسا لا في يومك ولا في شهرك ولا في سنينك ما لم تتوب وترجع إلى الله تبارك وتعالى إذا عندك عقيدة البرع لما قال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا في كتاب رياضة الجنة ونورة ديونة كده أنت ما حققت التوعيد شوف مما بيقيت صوفي شان نجيبه لك من النهاية مما بيقيت صوفي أنت في درب والتوهيد في درب زي اللساتق العربية بتتلمى ما بتلموا إلا في البنشر مش كده أنت بنشرك بعدين يوم القيامة تتلمى بعد ذاك تاني ما في طريقة ترجع إذا بيقيت أنت صوفي عرفت فإنت مما بيقيت صوفي تأكد تماما إن أركان الإيمان ما تحققت عندك ولو كنت بتسمي نفسك من أهل الله ومن أحباب الرسول وأحباب المصطفى ده كل كلام ما بيفيدك في النهاية بأشيء لأنه ده كلام باللسان سيء ولو كان كلام اللسان يفيد لأفاد المنافقون لأفاد المنافقين زي ما ربنا قال إذا جاءك المنافقون قالوا قول في النهاية كلام بتاع اللسان قالوا شنو قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فالكلام باللسان وحده ما بيكفيه لابد من تحقيق هذه الأشياء ثم بعد ذلك الاتيام بالواجبات التي أمر الله تعالى بها الصلوات الخمسة بعد ما حققت التوحيد في ناس كتر التوحيد قد يكون ما عنده في التوحيد إشكالية كبيرة لكن تلقوا لا بيعلك حجاب لا بنادي شيخ ولا بيعتقد ولا بيعتقد في فكي من الفكية لكن عنده تكسير في الصلاة دي برضو إشكالية في التوحيد صلواتك تحافظ عليها زي ما ربنا قال وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لا بيتحافظ على الصلوات الخمسة في المسجد حيث ينادى بهن كما قال ابن مسعود تصلي في الجامع زي ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام تمشي تصلي صلواتك الخمسة في الجامع وتكون من الزاكرين الله كثيرا تذكر الله عز وجل على كل أحوالك ما لم تكن جنبا أو في الحمام ثم بعد ذلك تأتي ببقية النوافل لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها في زيادة ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه دي أشياء بسيطة جدا وإن كان الكلام كتير تحقق بها التوحيد في حياتك ليس اليومية في حياتك عامة طيب السائل بيقول قال الرئيس البشير خرج على الصادق المهدي بانقلاب عليه فهو يعتبر من الخوارج بالله شوفوا الهاجة نحن في ديننا وفي دين النبي عليه الصلاة والسلام ده مجيز ديننا نحن برانا ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم البشير ما منتكلم فيه هنا في مين مرزايدا عجبك ولا ما عجبك تقول شاك غالب معه تقول ما منتكلم فيه عرفته ونسأل الله عز وجل إنه ينصر وندعو له بالتوفيق ونسأل الله عز وجل إنه يعينه عرفته لكن ما منتكلم فيه بكلام سيء إطلاقا أصلا ما تنتظر مننا يعني حاجة زي لأنه دين التقانيحنا بنجامل زول ما بجوز يا زول الكلام في الحكام في المنابر ولا في المجالس الخاصة كما قال الشيخ ابن باز لأنه لو كان في المنبر ذا بيسبب مفاسد في يعني إثارة الناس عليه وبذلك يسبب مفاسد الخروج وإذا كان في مجالس خاصة بيكون غيبة لأنه دا في النهاية مسلم ولا ما مسلم مسلم جواد عينك سروري أتكفيري جواد عينك مسلم عرفته جابة بين قلابة جابة بين الطليفوق جابة بين أي حاجة يجيبة دا الإمام بتاعنا ولأمرنا جواد عين أي سروري رفت عجبك ألا ما عجبك في إمت الحاصل يا زولة عبد الله بن عمر قال وَأُقَاتِلُ خَلْفَه خَلْفَ من قال وَأُقَاتِلُ خَلْفَ مَن استَتَبَّ له الأمن أو كما قال ابن عمر رضي الله عنه زكر ابن حجر شوف جابة بين قلابة ولا ما بين قلابة في النهاية استَتَبَّ له الأمن وبقى الرئيس دا غلاس دا ولي أمري شرعي إنتا غليك منه إنت أسي دا وما أمنا دلوك للخروج إنتا القاعد في سوق ستة دا كان يوم قلبته ونحن ما أمنا قل لك أقلبه ولا أمنا قل لك أطلق كان قلبته إنتا يوم وارتكبت معصية قلبته استَتَبَّ لك الأمن جابوك في الإزاع ونحن وكده استلمنا البلد بنجي هنا نقول ما يجوز الخروج عليك إنتا قال الشغل هذه اللي عبو اللجنة إنتا بتاع سوق ستة دا والله أنا أقول ما يجوز الخروج عليك فالشدة دين يا زول النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح المسلم من خرج على أميري غيذ الشبر فمات فميتة جاهلية وقال في مسند الإمام أحمد بن حنبل من كان ناصحا لذي سلطان فلا يبدها له علانية ولكن ليأخذ بيده فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه دار تنصع عن داك القصر الجمهوري ما بعيد من هنا مواصلات واحدة بس أركب بس يمشي خوش دخلوك أنصعه ما دخلوك هزول أميشوف شغلتك سوي لك شنو نحن يعني عرفته دا الدينة اللي بنعرفون نحن شاء ما تقول تلف وتدور الدنيا كاتمة معاك بس دار تتفشي في الرئيس ها نحنسوي لك شنو يعني حق الطعمية ما عندنا عمل لك شنو يعني ما عندنا حق الطعمية ها عندك يا زول داك شارع النيل وداك القصر الجمهوري أميش قابله ولا رئيس نحن طعمية ما عندنا أولا تجينا هنا نحن هنا ترموس ما عندنا فيمتا داك القصر الجمهوري الناس ما ما بتفهم دا دين والله ما تقول أنا بضحكك لا لد دين وعندنا عليه أدلة والحمد لله طيب السائل بيقول ما حقب إنسان يلبس جلابية خدراء وعمام خدراء وهل اللون الأخدر حرام أم حرمها السلفيون على أنفسهم يخالفون الصوفية اللون الأخدر ما حرام وده لباس أهل الجنة لباس يلبسون ثيابا خضرا من صندس ويستبرق زي ما ربنا قال اللون الأخدر ما حرام ما في سؤال بيقول لك اللون الأخدر حرام لكن إذا كان شعار لأهل البدع إذا تخص شعار لأهل البدع ففي الحالة دي بتحرم عرفته لأنه الآن معروف عندنا في الشعب السوداني بالزاد الزول اللابس طاقية خدراء أي زول تسألوا قل لدى شنو أسأل أي زول قل للزول دى شنو حيقول لك صوفي طوالي ولا ما كده معروف نحن نلبس طواقب بيضاء المجتمع عموما بنلبس طواقب بيضاء الآن معزم الناس الحضور نابسين طواقب بيضاء وجلالي ببيض وكذا لكن الصوفية خصص نفسهم بألوان معينة تلقى البرهانية برتغالية زي نصف البرتوكانة عرفتها؟ السمانية خدرة ما تعرف المكاشفية أحمر زي الفريق بتاع الكاميرون عرفتها؟ مخطط بالأحمر والأصفر أي طريقة عملت لها ألوان محددة ودي في الشريعة ما فيه ما فيه كلام زي دا تعمل لك لون محدد إلا إذا كان دا أمر مثلا الحاكم يعمل ألوان مخصصة بالجيش وبالشرطة دا ما فيه أي إشكال عرفتها؟ لأنه دا من التنسيق ومن ترتيب شؤون الأمة تعرف إنه دا بتاع بوليس ودا بتاع قوات مسلح وكذا دي حاجة برا لكن انت بتاع دين ما منو لقل لك ألبس طاقية خدرة ولقل لك ألبس برتغالية انت منو يقول لك أبونا الشيخ أبوك الشيخ دليل؟ لا ما دليل أبوك الشيخ دازول ولا أي حاجة عرفتها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم خصص للمهاجرين لبس محدد سؤال لأي صوفي دا لنا عرف لبس المهاجرين كان لونه شنو؟ الأنصار جعل لهم يا تلون بنفسي أخدر أحمر يا تلون بالضبط جيب دليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ما في ألوان محددة واللون الأبيض من أحب الألوان كان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى باللون الأبيض ووصى أن يكفن به الأموات لكن أما صوفية كله شغل بتاع اللعب عشان يتميزوا دار يتميزوا بس من المسلمين بس دار يوريك إنه نحن صوفية عرفتها؟ فإذا كان دا شعار لأهل البدع ما تلبسه ما تلبس طاقية خدرة ولا حمرة ولا صفرة وإنت ما تبقى رأسك قوي لا إلا ألبس ياخدت أصوأ كذي قد على الطاقية البيضة دي ما له ما تلبس البيضة؟ ولا ما تلبس ذاته مرة واحدة المشكلة شنو يعني؟ لكن لو بقت شعار لأهل البدع فما بيجوز لأنه بيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم نكتفي بهذا لأنه عندنا اللقاء وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة